اهلا بكم النهاردة هنجاوب على السؤال اللي سألوا ناس كتير هو ينفع نصمم مباني تقدر تقاوم الزلزال والتوسنامي او على اقل تقلل من القصار المدمرة للكرستين هو ده اللي هنجاوب عليه في حلقة النهاردة من برنامج ام سامع مارية بس لو بتتابعونا الاول مرة ما تنسوش تعملونا سبسكرايب واتفعلو زر الجرس عشان يوصلوكو كل الجديد في العمارة عمرك سمعت عن مباني تقدر تقاوم الزلزال والتوسنامي اولا لازم نعرف ان الكوارث الطبيعية بتيجي بالشكل غير متوقع وللأسف بيصاحبها ضحايا كتير عشان كده ابتدأ ييجي دور المعمارين والانشائيين ان هم يفكروا في مباني تقدر تقاوم الكوارث او على الاقل تقلل من التأثير المدمر لها فهنلاقي مثلا الزلزال عبارة عن قوة افقية مفاجئة بتخلي المبنى يتحرك حركة هو مش متصمم لها فعشان كده بيحصلوا انهيار اما التوسنامي فهو عبارة عن موجة بحرية بتنتج نتيجة ازاحة فجائية من قاع البحر الاعلى وده بينتج عنه موجة بيوصل ارتفاعها لعشرين متر وممكن تتحرك الموجة دي لعدة كيلو مترات فاول حاجة بتدى يفكر فيها المعمارين ان هم يخلوا المباني دي على وسادات الوسادات دي بتسمح بحركة للمبنى مع حركة الزلزال فده اللي ما بيخليش المبنى بينهار زي ما احنا شايفين في الصور اما بالنسبة للتوسنامي فابتدوا يفكروا ان المبنى دي بقى موجودة على خوازيق وفي نهاية الخوازيق دي مع الاواعد هيبتدوا يركبوا روافع هيدروليك لو حصل فيه موجة توسنامي جات يبدأ المبنى دا يدفو مع الموجة وجايب لكم سال موجودة في مدينة نومي في اليابان وده عبارة عن مكتب اداري المكتب ده بيقع في منطقة ليها نشاط زلزالي بالقرب من حزام الزلازل فابتدى المعمار الشهير كينجو كوما يستخدم هيكل على المبنى بيشبه فكرته شبكة العنكبوت وده هيكل تقوية بيعمل على ثبات المبنى في حالة حدوث الزلازل وتصنع الهيكل ده من مادة الياف الكربون والمبنى كمان تم دعمه بوسادات اتركبت في الاواعد عشان تقدر تقلل من تأثير حركة الزلزال وده اللي يقدر يجاوب على سؤال حالة النهاردة هل فعلا ممكن نقدر نصمم مباني تقاوم الكوارث الاجابة طبعا نعم لغاية هنا حالة النهاردة خلصت من برنامج امسام عمارية شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة